خلينا أقول أن حضرتك يعني يدوبك قادم من التصويت صباح اليوم يعني قمت بالتصويت النهاردة فبالتأكيد برضو مشاهداتك الحية في اللجان تأكيدا على ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس من أرقام أنه حتى بالأمس 45% من المقايدين في جداول الانتخابات تقموا بالتصويت يعني كيف أولا كانت رحلة التصويت صباح اليوم ويعني كيف تبعتها هو الحقيقة يعني كان لجان طبعا لجنة يعني لما روح تسأل في أكتر من لجنة عشان أعرف الاسم الحقيقة كان أول حاجة أعجبني في هذه الانتخابات التنظيم الشديد يعني فيه تنظيم دقيق جدا ونظافة شديدة في مقارات الانتخابات الشباب المتطوعين الحقيقة هيلين يعني يعني أنا كان فيه أكتر من من لجنة في المدرسة اللي كنت رايحها كان في خلال دقيقتين كان حد معايا بيعرفني اللجنة أنهي ورقم بتاعي أدي كذا مجرد من خد البطاقة وطلع الاسم التوابير أو الناس اللي وقفة بتنتخب يعني العملية ماشية بشكل سالس جدا ما فيش يعني ما فيه هي التنظيم دقيق الحقيقة فالتنظيم الدقيق مع الأعداد الكبيرة بيسهل عملية التصويت وبتمشي في سلاسة ويصلي يمكن ده فعلا شجع الناس من أول يوم لما يعني الأخبار توترت على أنه فيه سهولة ومفيش حد بيقف وفيش يعني التزاحم بداية آه بس فيه طوابير فيه فيه لجنة فيه لأنه بيبقى فيه كسرة يعني السرعة بتشجع الناس أنه الناس مش حتطول في الوقفة دي دي مهمة جدا لأنه يعني أنا ما خدتش تقريبا 8 أو 9 دقايق ما بين أنه عرفت اللجنة وقفت دقيقتين اللي كان قابلي دخل وخرج وكان فيه حد كام حد قابلي فالتنظيم الدقيق ده بيضمن يسر العملية وسهولتها والإسراع في عملية التصويت طبعا فيه مناطق تانية بتبقى تكتب فيها أكتر لأنه ناس بتبقى متخيلة وأنا شفت ده وحد لما كلمت حد من الزملاء في أكتر من محافظة بيبقوا متخيلين نها نفس الزحمة بتاعت أو هيوقفوا كتير فبيروحوا كتير قوي وبيروحوا من بدري علشان يضمن يحجز مكان فبالتالي هو بيحصل تكدس بقى بيحصل بسؤال هيا يحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يعني نداحل تنظيم بهذا لا تنظيم دقيق بصراحة تنظيم دقيق يعني أعلى مستوى تنظيم وأنا صحفي متخصص في تغطية الانتخابات من فترات طويلة يعني منذ يمكن من نهاية التسعينات وبدأة الألفين لا أول مرة نشوف انتخابات بتتم بشكل منظم ودقيق وفيه العوامل المساعدة كتير شباب المتطوعين الحقيقة يعني عايمين بدور هايل وده رغم كسرة الأعداد اللي راحت إلا أن الأمور بتمشي تلقائية ما فيش يعنيه داي خلينا بنا نتساءل يا دكتور أيمن على رقم الـ 45% هو رقم حقيقة كبير ولافت تفتكر إياه حضرتك أهم دوافع اللي تدفع المصريين فعلا لتلبية التداء والتوجه لصناديق الانتخابات الاختيار مرشح من ضمن أربعة لرئاسة الجمهورية أنا في تقديري شخصي وده حسيته من أول ما بدأت أزمة غزة الحقيقة أنه المصريين في لحظة الخطر بينمو أو بيتعالى الوعي عندهم وبيكون الإحساس بالخطر عندهم عالي والحفاظ على الدولة المصرية بيكون رقم واحد في تقديراتهم وأفكارهم ولذلك يعني حتى احنا يمكن برضو مش سر كلنا نعرف الناس كانت بتشتك من الأسعار قبل أحداث غزة وكانت متضايقة بعد أحداث غزة معادش حد بيتكلم في الأسعار لأنه معادش حد بيتكلم في أي حاجة إلا أمان الدولة المصرية وحفاظ على استقرار الدولة المصرية وهو ده اللي دفع الناس للوصول إلى سندق الانتخابات لأنه الإحساس بالخطر بيولد عندهم القوة الدفعة علشان يحفظوا على الدولة وجات في وقت في الانتخابات فراحوا عشان تأكيد الدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على الدولة المصرية باعتبار أنه الخطر كبير وأن الحفاظ على مصر هو حفاظ على يعني إحنا كلنا يعني وسيادتك وأنا وكل واحد فرض في الشعب يعني أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية هو حفاظ على بيته وعلى مستقبله ومستقبل ولاده وحفاظ على المنطقة أو المحيطين الإقليميين العرب والأفريقي بمصر بشكل عامل لأن أي خطر بتقع فيه مصر بينعكس سلبا على كل المنطقة المحيطة سواء أفريقيا أو عربيا طيب عايزة أسأل حضرتك عن الأحزاب المصرية يعني عندنا ثلاث مرشحين رئاسيين منتمين الأحزاب يعني مع وجود عدد كبير أيضا من الأحزاب أعتقد يفوق من مية تعدى المية حزب رقم كبير جدا أولا إحنا شفنا إزاي التوجد الحزبي في الشارع في الفترة الماضية وتأثير ذلك ما بعد الانتخابات الرئاسية يعني هو فيه ملمح بس يعني أنا عايزة أشير إليه بالنسبة للأحزاب عالم أو صورة مرشح كله كان بيرفع بالسلسناءات طبعا صور رئيس السيسي لكن الجميع رفع عالم مصر وده بيدي مؤشر برضو أنت عارفة حضرتك طبعا راجط حكاية بيع الأعلام دلوقتي في الشارع بنلاقي ناس كتيرة بتوقف عشان عارفة أن ده موسم أنه هيتباع فرفع عالم المصر ده هو يؤكد الفكرة اللي كنا بنقولها أنه إحساس المصريين بالخطر وأنه الالتفاف حوالين الرئيس وحوالين الجيش في هذا التوقيت مهم لأن مصر هي الهدف أعتقد أن الأحزاب أنا حساسي حضرتك بس يعني نتوجه لمتابعة موجز الأنباء ونرجع نكمل النقطة دي تحديدا لمسألة الأحزاب السياسية طبعا مسألة لازم نتكلم فيها بشيء من التفصيل